فضاؤها حيثما تتلى آيات القرآن الكريم ومفرداتها عصية على الإحصاء والعد إنها اللغة العربية وفي يومها العالمي كرمت كلية الإلهيات بجامعة مرمرة بمدينة اسطنبول من خلال فعالية ثقافية أدبية تنوعت ما بين الشعر والإلقاء والمسابقات الترفيهية الهادفة ونحن رسالتنا من هذا المنبر من هذه الجامعة أن هذه هي اللغة تجمع الأمة الإسلامية وأنها اللغة المشتركة بين كل المسلمين وأن الأتراك أيضا ينطقون بهذه اللغة ويحبون هذه اللغة ويعشقون هذه اللغة القائمون على هذه الفعالية نبهوا إلى ضرورة الاهتمام بمشاريع تمكين اللغة العربية للناطقين بغيرها وخصوصا في البلاد الإسلامية التي يحرص أهلها على تعلم لغة الضاد من أجل مخاطبة ناطقين بها في الحقيقة كان لابد لنا من أن نلقي حجرا في الماء الراكد كي نشعر بأهمية اللغة العربية وفي الحقيقة الأتراك لا يألون جهدا في مساعدتنا في نشر اللغة العربية هناك ستة ألاف كلمة مشتركة بين اللغتين وفي صميم اللغة التركية مشتركة كثيرا من قبيل من مثال مثلا نقول اسم فعل حرف كل هذه الكلمات مشتركة تدارك حياة مؤمن منافق مسلم ويبدو القائمون على هذه الفعالية حرصهم على اللغة العربية من خلال تأكيدهم على أهمية إعادة الاعتبار لها باعتبارها اللغة الأقرب للعاطفة الإنسانية والأوسع من حيث الاشتقاقات والمعاني بمفرداتها كما عرج المنظمون للفعالية على العقبات التي تواجه العربية ومنها هيمنة اللغة الرقمية البرمجية في مختلف الوسائل التكنولوجية في ظل غياب البرامج التكنولوجية العربية التي تقدم هذه اللغة نموذجا حيويا قادرا على مواكبة التطور العالمي برمجة اللغة العربية أسهل مقارنة مع اللغات الأخرى الإشكال في اللغة العربية هو عدم وجود أخصائيين في هذا المجال إذن برمجة اللغة العربية على الحاسوب مثلا صناعة لوحة مفاتيح عربية أو تقديم برمجيات خاصة باللغة العربية هذا هو الأكبر تحدي أو المشكل الذي يواجه اللغة العربية في التكنولوجيا تحقيق تلك المطالب يستوجب وجود مشاريع كاملة ومتكاملة للنهوض باللغة العربية بشكل عملي ترجمة نانسي قنقر